بين ميلان أخضران بأبطح مكة وفوق محصب اجتمع بمسيل وطئته أقدام خير البرية سن للرجال بأن يشتدوا في السعي فيسرعوا الخطى لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أثناء حجة الوداع لتأخذوا مناسككم وكان يهرول إذا نزل ببطن الوهدي فأتستحباب الهرولة في السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة لمن استطاع من غير زحام أو مشقة وكان العرب والمسلمون قديما على معرفة بموضع هرولة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ومع مرور الوقت وفي أواخر القرن الأول ارتأوا بأن يحدد الموضع بعلمين أخضرين للدلالة عليها ومنع الخلاف إلى أن تم استبدالهما حديثا بإضاءة خضراء اللون حتى تكون أوضح للسعي ويعود الأصل في السعي والهرولة بين الصفا والمروة لقصة هاجر عليه السلام عندما نزل بها زوجها خليل الله إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المعظم فأخذت تسع بين الصفا والمروة باحثة عن الماء فإذا نزلت ببطن الوادي أسرعت بالمشي حتى تصعد المروة فتطمئن على ابنها الذي وضعته في مكان بين الجبلين فإذا اعتلت رأت ابنها فسكن قلبها وهكذا سبعا حتى أمر الله جبريل فضرب بزمزم بين قدمي إسماعيل قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اشتركوا في القناة